بعدها في صلاة راتبة إما أن تصلي ركعتين كما جاء في الصيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من فعله صلى الله عليه وآله وسلم وإما أن تصلي أربعة تفصل بين كل ركعتين بتسليمة لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة قال سهيل وهو الراوي عن أبيه عن أبي هريرة قال إذا عجلت يعني أتاك شيء يعجلك فصل في المسجد ركعتين وفي بيتك ركعتين ولذا الأفضل كما فعل ابن عمر كما عند أبي داود وهو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الجمعة إذا صليت في المسجد فصل أربعة وإذا صليت في بيتك فصل ركعتين وإن نوعت فلا إشكال في ذلك إذن عندنا ركعتان بعد صلاة الجمعة وعندنا أربع وعندنا ست كل ركعتين مفصولة بتسليمة الدليل ما جاء الدليل ما جاء عند أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه إذا صلى بمكة صلى ركعتين ثم تقدم فصل أربعة وإذا كان بالمدينة صلى ركعتين فسئل فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك الخلاصة صلي بعد الجمعة إما ركعتين أو أربع أو ست كل ركعتين مفصولة بسلام قابل الجمعة ليس هناك سنة راتبة محددة صلي ما شئتا إلى أن يحضر الخطيب إذا حضر الخطيب وأذن المؤذن لا صلاة ولا خبار